تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني ورفع معالي رئيس مجلس الشورى خالص التهاني والتبركات لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة معربا لسموه عن خالص شكره وتقديره على ما يبديه سموه من اهتمام ومتابعة ودعم لمجلس الشورى الأمر الذي كان له الأثر البالغ في الدفع بالإنجازات التي يحققها مجلس الشورى بما يعكس أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعا وأكد معاليه أن مجلس الشورى سيواصل العمل بكل أمانة ومسؤولية وإخلاص لتكريس أسس الديمقراطية ووضع السياسات والتشريعات الملائمة من أجل البناء والتنمية وترسيخ الاستقرار وهل رخاء في مملكة البحرين سائلا المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويسدد على طريق الخير خطى وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية إلى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ردا على برقية معاليه المهنئة بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني وعرب سموه عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس الشورى لما أسهم به عملهم المشترك مع السلطة التنفيذية من إرساء لدعائم التنمية في مملكة البحرين ومواصلة مسيرة الإنجازات في مختلف القطاعات بما يعود بالنفع على الوطني والمواطنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر